من ضمن اسئلة لو سمحت اسرة من فرطين وطفل داخل مدرسة هتكلف كم مصرفات شهرية في اسعودية على حسب المكان وعلى حسب المنطقة اللي حضايك هتعطي فيها الرياض غين المناطق الجنوب لكن ممكن نقول اكل والشرب ونت الفين ريال او الفين وربع يعني او الفين اجار وكهرباء الف رسوم مرافقين ثمانمية زوجة وابن شهريا مدرسة لو حكومي ممكن نكون مصرف رخيصة او مجانة مالهاش قاعدة بتختلف من شخص للتاني ولو مدينة كبيرة زي الرياض ولا مدينة صغيرة فضع ده في الاعتبار وهيك ممكن ما يقلش عنا 4000 5000 6000 ريال سعودي فضع ده في الاعتبار اكتبونا في التعليقات يا ترى ايه وجهة نظاركم في هذا الموضوع ويا ترى ايه العرض المناسب لهذا التفاصيل وهل يا ترى ايه المصرفات اللي ممكن يصرفها والتكلفة اكتبونا في التعليقات علشان تفيد اكبر حد ممكن وربنا وفقك وكتبو كل خير بازن الله لا تنسوا الاشتراك في القناة والاعجاب بها الفيديو لمتابعة كل جديد وبالتوفيق